سلام الله عليكم زيكم يا شباب عاملينيه? معكم عبداللطيف سعيد واهل بكم فيديو جديد في الفيديو السريع ده. طبعا فاكرين الفيديو اللي انا نزلته من اربع شهور وهو ان انت زي تقدر تدبلج الفيديوهات على اليوتيوب او انت زي تقدر تعمل فيديو مدبلج باستخدام الذكاء الاصطناعي من اللغة العربية لاي لغة والعكس صحيح من اي لغة للغة العربية. طبعا انا شرحت ده في فيديو فات من اربع شهور اللي هو الفيديو ده. وطبعا الحمدلله يعني ناس كتيرة جدا ش badges قليتني رغم ان انا مش اول واحد او يعني مش انا للأسباقية ولكن كنت من الاوائل اللي اتكلموا على النقطة دي. فطبعا الموقع ده للأسف ما كانت مجاني بالكامل اللي انا يعني تكلمت عنه في الفيديو ده وبرضو نفس النقطة اللي يعني الموقع اللي انا هتكلم عنه في الفيديو ده دلوقت اللي انا بعمله لك هو برضو مش مجاني بالكامل وانما في خصائص احسن شوية من حيث اللي هو بيديك او يعني بيفهم كلامك بشكل مميز اكتر بجانب برضو اسعاره رخيصة طبعا انا مش بعملهم اعلان الجميل فيه ان هو فيه ميزة اللي هو انت حندك صفر دولار للابد يعني هو مش مجاني بالكامل مية في المية هو اه يعني بيديك ان انت تقدر تستخدم الخدمة بتاعته مجانا للابد ولكن طبعا بيبقى في حدود يعني بيبقى حاكمها لك في بعض الحاجات طبعا زي ما تشايف بيقولك تركيب الكلام لا يوجد رخصة تجارية تقدر انت تستخدمه زي ما انت عايز حروف شهريا بيديك حوالي عشر تلاف حرف يعني دبلجة في الشهر ما اه انشاء ما يقصل الى تلات اصوات مخصصة كون بانشاء يعني الكلام ده كله بيديك انا كل حاجة توليد خطام مقتنع اه مقنع لتساعة عشرين لغة وخلافة طبعا ده عندك الصفر عندك بقى واحد دولار في الشهر كل شيء حر تلاتين الف حرف ما يصل الى عشر اصوات مخصصة بتقدر انت تتخصص الاصوات عندك هنا شامل رخصة تجارية عندك هنا الوصول الى الانستنساخ الصوتي عندك هنا طبعا في بقى حداشر دولار في الشهر وزي ما انت شايف طبعا كل لما انت بترفع كل ما بديك خصائص اكتر تمام هنا مثلا بديك ميت الف حرف فهمني عندك هنا بديك كمسمائة الف او نص مليون عندك هنا بديك اتنين مليون وخلافه طبعا كل ما انت بترفع في في الكلمات كل ما هو بيرفع عندك طيب تجربة الموقع ده بص يا سيدي ده عندي انا دلوقتي حولت فيديو بشكل مباشر من على اليوتيوب عن طريق زكال اسمان بص واخد نفس نبرة صوتي بالظبط على فكرة لو حد لاحظ نفس نبرة صوتي بالظبط بالملي بالمسطرة فهمني فهو يعني واخد نبرة صوتي بالظبط طبعا ده مجرد اللي هو بديك يعني تقريبا لمدة دقيقة اللي هو كام اللي هو حوالي العشر تلاف حرف فهنا عندي طبعا اللي بقى تكلم بالعربية هو حول اللغة الانجليزية هتقدر هنا بعد ما تتحول الفيديو تيجي هنا عندك على على الساس ان هو طبعا لازم تسجل عشان انديك الخصائص الاكتر اللي انت محتاجة طبعا تقول لي طب انت عبلاطين فاشرحتش زي ان احنا اصلا يعني نحول الفيديو ولكن الموضوع ده اسهل مما تتخيل هتيجي هنا عندك على الموقع الرسمي هتيجي هنا عندك على واتلاقي عندك هنا مجموعة من الخيارات. تمام? احنا هنختار فاروح هنا رايح عندي وبينا طبعا رايح عندي مختار اللغة بتاعتي انا اللي هي لغة الفيديو مسلا افتراضه انا تكون لغة عربية وهنا اختار عندي اللغة اللي انا محتاجة ترجم لها افتراضا عندي اه اسبانيش وخلاف من الكلام ده كله. اختار عندي افتراضا عنسية الانجليزية. هروح هنا رايح عندي مختار اي لغة او اي فيديو صوري معلش يعني على قناتي انا عايزه افترض انا سيدي الفيديو ده اروح كده هو اروح جاي طبعا هنا عندي مشاركة عامل هنا نسخ وراح هنا رايح عندي على الفيديو اروح هنا طبعا جاي ما أقتر عندي طبعا اقدر ارفع الفيديو بشكل مباشر او اضيف من على اليوتيوب او تويتر او تمام? او او الينك اخر يعني فهي اختر عندي اليوتيوب وراح هاته ده وراح دايس عندي دوقت وهو اوتوماتيك يبتدي ان هو يحاول معي. طبعا بعد ما الفيديو يحاول معاك اكيد انت محتاج ان انت تفتح خصائص اكتر. الخصائص الاكتر دي انت تتعدل على صوت وحيالك. فتقدر انت تسجل عن طريق جوجل. فيامني في المواقع ده اولا طريقة التقليدية. فاسجل عيني عندي عن طريق جوجل يا سيدي. اللي هو العادي يعني. فزي ما انت شايف اولا لما هنا اسجل عن طريق جوجل هيديني بعض الخصائص الاكتر. اللي هو مسلا زي زي ما تشاف اللي هو موضوع معهد بالنسبة لك تتعجم. بيقول لك هنا النص الى كلام او الكلام الى كلام. يعني انت تقدر تكتب وتحول النص الكلام. او انت تقدر تحط فيديو وتحول الصوت مسلا من لغة اللغة. عندك هنا اه طبعا بيديك بعض الايه? اللي هو الاسوات. بابا نويل ادم اه انتوني اه ارنالد فاتورة اللي هو طبعا اللي هو اسماء اه بس عشان هي اسماء اجنبية فطبعا ايه? اه طبعا اسماء لجنبية اللي هو مش فاطورة. عندك هنا مش عارف ايه و غيروا يعني تمام? فهنه طبعا تقدر تختار الاصوات من اللي انت عايزة من هنا. وتقدر تحط النص. تقدر حتى تختار يعني هنا طبعا بيديك مجموعة من انواع مودلز. احد عشر يعني هنا بيديك لغات. مثلا في افترض اللي هو اللي هو موديل جديد اللي هو موديل احدس. والآ يعني طبعا يعني اللي هو بيدعمه. زي ما تشايف اللي هو اللغات اللي بدعمها. فهنت تقدر تختار. انت عايز اني واحد. فيفضل انت تختار اللي هو الفيتوب. تمام عندك هنا تقدر تضيف اضف صوت اللي هو مثلا كميسال ترفع صوت او غيرو من الكلام ده كله. يعني او الاسهل خالص ان انت تيجي زي ما اقولت لك. اللي هو السهل جدا. السهل الممتنع زي ما بيقوله. انت تحط عندك رابط الفيديو. وخلاص. انا مش عارف صراحة بيعامل صوتي كلهجة روسية ليه كده او لهجة صينية غالبا مش عارف والله بس انت تحس ان اللهجة مش لهجة الهو اللي هو اللهجة الامريكية او لا ما يعني ہے. هو لهجة الروسية فيمني بيديك ليس لهجة روسي روسيا يعني. اتحس ان انا بكالمه يفهمني. المهم اللي قدامي يفهمني. المهم اللي انا هرفع له الفيديو ده يفهمني. بغض النظر اللهجة اهيه? تمام? وتقدر تحمل من عندك تقدر تحمل على طول بشكل مباشر. طبعا بيحول دقيقة فقط. فانت بالتالي ده هيكون مميز اول للشورتس فيديو على فكرة. ده هيكون مميز اول للشورتس فيديو. ولو الخطة عندك انتهت هتروح جاي هنا عندك. ناسخ. رايح هنا عندك بالمنظر ده. عمل ضيف. حط ده هنا هو. واخد عندك عشر تلاف كلمة تانية. شفت الموضوع بسيط ازاي? شفت الموضوع سهل ازاي? هتيجي هنا عندك كده هو. على صورتك اللي فوق اللي انت بتستخدم كروم. هتروح عندك على ضيف. تروح حاطة رابط الموقع. وهب هتلاقي عندك دلوقتي حوالي عشر تلاف كلمة اخرى تستخدمها. او لما يخلصوا نفس الشي او او لما تقفل ده هيجي لك عشر تلاف كلمة تانية. فالموضوع سهلي جدا. حتى تقدر تجزق الفيديو بتاعك. لو الفيديو بتاعك عشر ده تقدر تجزقه. يعني مسلا ديها 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 وترفعه وتزبط كل حاجة وبعد كده تتمينجهم مع بعض تاني. فالموضوع مليون فكرة بدلا ما تشتري الخطة. فاهمني? فانا بديك افكار يعني. وعموما ده كان الفيديو. لو الفيديو عجبك بعمل تنسى ان تشترك في القناة وتفعيل الجرس. وتنضم القناة على تليجرام اللي عندك تحت في الوصف. وفي اول تعليق برضو حسابي على الفيسبوك وكلفة من كلامك كله. يبقى شارك في قناة وفعل الجرس. ولايك للفيديو. وشكرا على خير بقى بإذن الله للفيديو الجاي. ومع السلامة.